اشتركوا في القناة امس عزمها اعادة التحقيق في الحادثة في محاولة جديدة لازالة الغموض الذي يلفها تبدأ فصول هذه القصة الغامضة من تشكيل مجموعة سياحية من عشاق التزلج على الثلج ضمت ست طلاب من معهد الأورال للبوليتكنيك ومعهم ثلاثة خرجين من المعهد ذاته فضلا عن متخصص خبير في التزلج والمسير الشتوي شكلوا معا في فبراير من العام 1959 مجموعة سياحية قادها ايغار دياتلوف طالب السنة الخميسة في المعهد ولذلك سميت الحادثة باسمه وكذلك يحمل اسمه الجبل الذي وقعت فيه الحادثة وضعت المجموعة خطة المسير في نهاية يناير وانطلقوا بعد أيام بين القرى في شمال الأورال وهدفهم النهائي الصعودة على قمم جبلي أوتوترين وإيكو تشاكور ووفق تلك الخطة كان من المفترض أن يرسلوا برقية عند وصولهم منطقة محددة وذلك في موعد أقصى الرابع عشر فبراير ألا أنهم لم يرسلوا أي تبرقية ومن ثم لم يصلوا في الموعد المحدد وهو عشرين فبراير إلى قرية كانت النقطة النهائية في المسير عندها شكلت فرق بحث وإنقاذ وفي السادس والعشرين فبراير عثر فريق بحث على خيمة تعود للمجموعة بالقرب من قمة جبل هناك وفيها أغراضهم ووثائقهم الشخصية وفي اليوم التالي عثروا على جثث أربعة من أعضاء المجموعة منقات باتجاهات مختلفة وذلك على مسافات بعيدة عن الخيمة من بينهم دياتلوف قائد المجموعة وفي شهر مارس عثروا على جثث خامسة بينما لم يعثر على جثث الأربع المتبقيين إلا في شهر مايو بعد ذوبان الثلج وكانت جثثهم على بعد نحو 2.5 كيلومتر عن موقع الخيمة ولم ينجوا من الحادثة سوى شاب واحد تخلف عن المسير بسبب إصابة في قدمه الغموض بدأ مع بداية التحقيقات حين قال المحققون أن أعضاء المجموعة لأسباب مجهولة خرجوا من الخيمة في الثاني من فبراير من دون أن يأخذوا معهم ألبسة دافئة واتجهوا نحو أسفل الجبل ألا أنهم أخطوا الاتجاه وقرر بعضهم العودة لأخذ ألبسة ولم يتمكنوا من ذلك بسبب غاصفة شديدة ولقي الجميع حتفهم خلال ساعات نتائج التشريح كشفت أن ستة منهم ماتوا بسبب البرد وعلى الجثث الأخرى عثر أطباء التشريح على إصابات داخلية من دون علامات خارجية عن الجسد ناجمة عن تأثير قوة شديدة لم تحدد وكان مثيرا للاهتمام استنتاج التحقيق بأن أعضاء الفريق فتحوا شقا في الخيمة وعلى ما يبدو أنهم غادروها على عجل الأمر الذي يثير حتى اليوم تساؤلات في الأسباب التي دفعتهم لذلك ولم تتأكد أي من فرضيات التحقيق بأن لصوصا ربما قاموا بذلك أو سكانا من القبائل المحلية لأن كل مقتنيات الضحايا كانت في الخيمة من دون أن يمسها أحد خينها قررت النيابة العامة إغلاق القضية وقالت أن أعضاء المجموعة ماتوا نتيجة تعرضهم لقوة طبيعية خارقة لم يتمكنوا من مواجهتها منذ ذلك الحين صدرت مئات الروايات في أسباب مصرعهم المعض يؤكد أن كائنات فضائية تزور تلك المنطقة وأن تلك الكائنات لسبب ما قتلت المجموعة وألقت جثثهم في مناطق مختلفة وقال آخرون أن العلماء السوفيت كانوا يجرون أبحاث سرية في إمكانية نقل الأجسام بواسطة ترددات معينة وقتل جنود أعضاء المجموعة بعد أن دخلوا الأنفاق واكتشفوا ما يجري هناك وقد أنتج فيلم سينمائي يتبنى هذه الرواية وهناك من يقول أن لعنة الجبل هي التي سببت لهم الضعر وجعلتهم يفرون من الخيمة حفاتا من دون ملابس شتوية أو معدات مناسبة وركضوا في جهات مختلفة فقتلهم البرد خلال العاصفة وحتى يومنا هذا تبقى الأسباب التي دفعت تسع شبان وفتيات للهرب من الخيمة على عجل لدرجة أنهم لم ينتظروا إلى حين فتح بابها بل فتحوا شقا في جدارها وخرجوا عبره حفاتا بألبسة خفيفة غامضة ومجهولة رغم أن درجة الحرارة يومها كانت ثلاثين درجة مئوية تحت الصفر كما يثير الشك تساؤلات عدم وجودهم معا وإنما تناثر جثثهم في مناطق مختلفة بعيدا عن الخيمة هذا فضلا عن طبيعة تلك الإصابات الغريبة في أجسامهم التي لم تترك علامات ظاهرة وإنما تسببت بأضرار داخلية مميتة لأعضاء الجسم وقد أظهرت الفحوصات التي أجريت على جثث الفريق إصابة البعض بكسور في الجماجم والصدر وكانت جثث لدوميلا دوبونينا واحد وعشرون عام وسيمينزولا تريف ثمانية وثلاثون عاما بلا عيون أو لسان فيما وجدت جثث آخرين بالملابس الداخلية فقط في محاولات جديدة لإزالة الغموض عن تلك القضية تعمدت نيابة العامة الروسية ثلاثة فرضيات رئيسية كلها على صلة بطبيعة المنطقة منها أن انهيارا فلجيا كان خلف الحادثة ودفع أعضاء المجموعة للهرب بسرعة مذعورين باتجاهات مختلفة وهناك فرضية بأن صفيرا يزدر في المنطقة نتيجة تدريس الجبل ربما سبب للمجموعة حالة فقدان السيطرة على الأعصاب وأدى إلى هذه النهاية المأساوية وسيضع المحققون بورتري الساكيولوجي لكل واحد من الضحايا وسيدرسون الكثير من المعطيات عن طبيعة المكان وغيره وذلك للكشف عن ملابسات مجرى منذ ستين عام وكان من بين التكاهنات الأخرى أن المجموعة قتلت بصاروخ سوفيتي وأن بعض المجموعة كان لها اتصالات بالكي جي بي وكالة الاستخبارات السوفيتية وكانوا في مهمة سرية لمقابلة عملاء أمريكيين ولكن مكتب المدعي العام الروسي نفى كل هذه المزاعم قائلا أن المجموعة توفيت نتيجة خفاض حرارة الجسم إذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر